ما هذه الأخطاء التربوية اللي عيشها الإنسان في أي مجتمع في أسرة يترتبع لأشياء الدرسبة هذه هي أكبر مدرسة في معامل الجوزات جوزات هو نبي صلى الله عليه وسلم بصراحة نعم المفضل الرفق بالإمرأة لأنها يوفر الخيكاء العاطفي بصراحة يعني شخصية هشة بصراحة وتميل معاك بصراحة وطيهاك بالعكس فيش إمرأة بتحترم الجوزة اللي هم كان هي متعرضة لمشاكل ومتعرضة ليهانة ممكن تحاول نهي ممكن تطاول الجوز نتاحها نعم الأخطاء اللي تصير من الجوز نفسها ندرب الجوز طوية عن نفسها هذي من الأكبر الأخطاء في الأخي هذا جزك التاني بصراحة هذا نصك التاني هذا شريك ليك في الحياة هذا في حلوها في مرة هذي أم أبنائك هذي حات نجيب لك أطفال نتاعك ليش عملها بمعاملة سيئة هذي شون هو السبب يا بصراحة ليش متغير من طبعك ليش متكون ش إنسان إنسان كويس ليش متخليش منزك ملاذ آمن لجوزتك هذي وليحطالي صغارها نعم مش بصراحة المعظم هم اللي عمفوا في جوزت نتاحهم نحن يطلقوا له من أحيان نفسية شخصية مطلبة شخصية مريدة ما هي وهم مش إنسان عقل يرضى تدلي جوزتها ويرضى تدلي شخص رفيقة في هالدنيا هذي كيف تعمل